اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه ليش برج الثور دائما منتحس او ليش دائما طول السنة منتحس او الوضع عنده سيء او هذا او انت بتحكيش عنه غير سيء ان هذا الكلام مش صحيح احنا منعتمد على حركة الكواكب وحركة القمر تحديدا في التوقعات حكينا انه لما القمر دائما بيكون بالمقابل يعني مقابل الابراج البيت السادس والسابع الثامن وبيت المتاعب هي اسوأ الفترات اللي بمر عليها اي برج صحيح البيت الرابع بيأثر والبيت العاشر بيأثر برضو بسلبيته فعشان هيك اهي فترات سلبية اليوم انت سألت اسمعت الحلقة نصيبك اجت موليد برج الثور انه نصيبهم انه القمر موجود بالحمل في بيت متاعبهم يومين وبعدها التوقعات كلها بتختلف وبتصير لصالحكم ومش بس يومين راح تستمر لهي فترة الخمس بيوت والبيت الاول والثاني والثالث الرابع شوي بتضعف فيه بعدين البيت الخامس هي قوة الحضوض بتكون دائما لأي برج فهي اجت نصيبك انك اسمعت حلقة اليوم والقمر داخل على الحمل طيب السؤال الثاني بيقولك انه كيف منعالج نحوسات الكواكب وهل فيه صحيح معالج لانحوسات الكواكب زي ما بيدعي البعض طبعا ما فيه معالج الانتحاس الكواكب وهي نوع من انواع النصب والاحتيال اللي بيجي بيقولك البس وطعمي ختيار وعشان زحل بدل عرجل شايب وبتروح بتدور عالشياب عشان تصدق ومش عارف ايش هذا كل ياته كلام ما في منه اي صحة فيه اجتهدوا بعض الاشخاص الفلكيين على انه هذا الاشي صحيح ولكنه ما اثبت نجاحته نهائيا ولكن استغل هو من ناحية النصب بس عشان 200 دولار وسبيكت زحل ومش عارف ايش ومن رد انتحاسي كيف بدك ترد انتحاسي واحد ضرف معين ولد بضرف معين فيه انتحاسي لكواكب معين معناته اكتسب من صفات الانتحاسي هاي كيف دك تعالج له اياها يعني يعني لنفترض مثلا البيت السابع عند شخص مثلا كان موجود في زحل وهذا بدل على انه تأخير في الزواج وزحل كان عامل زوايا سلبية كيف بدك تعالج له اياها بدك تيجي تقول له زحل بدل على شاي بروح تصدق عكبار السن عشان انت تتزوج ولا شو اللي بدك تعمله اياها هي اللي بتصير انه انا بختار فترات انه يكون البيت السابع هذا فيه المشتري او فيه الزهرة وبكون عامل زوايا ايجابية بقولك هاي احسن الفترات لهاي الامور او مثلا منقول انه هاي الفترات ممتازة للعلاقات الاجتماعية فانشط بالعلاقات الاجتماعية بس والله روح تزين والبس ووزبط حالك ومكيج حالك ومش عارف ايش وانزل عالشارع بتروح بعريس هذا كلام كله كذب وما في منه هذا الكلام فيه سؤال بيحكي عن العشريات هذا كثير سؤال بنسأل انه ليش ما تحكي عن العشريات وتحدد بالبيوت للعشريات والله احنا على مستوى بيوت وشرح على مستوى بيوت وشايفين الحلقة بتصل لساعة ساعة وعشر دقائق ساعة ونص بعض مرات فاذا بدنا نحكي عشريات هاي ثلاث عشريات بتضرب الساعة في ثلاثة يعني انا بدي اظل احكي قرابة الثلاث ساعات فما بزبط والله لا انا بتحمل وصحيا انا مش قد اني انا اقعد اكثر من ساعة ونص لحلقة يعني وثاني اشياء الجهاز الكمبيوتر عندي ما بتحمل انا بسجل على أبتوب وبقسم لو تسمعوا الحلقة بتلاقي كل اربع اوراج صوتي بيختلف فيها لانه يا دوب اسجل اربع ابراج واغعد استريح واخذ بخاخ او اخذ اكسجين او يعني الوضع اللي انا العادي المعتاد عليه وبعدين برجع بسجل اربع ثانيات وبعدين بجمعهم مع بعض يعني الحلقة هاي اللي انا بسجلها بتاخذ معي شغل مش اقل من ست ساعات يعني فاعذروني ما بقدر احكي عشريات الا على الاشياء الضروري جدا يعني فما بقدر اركز على بيوت معينة او على ابراج معينة عشان احكي لهم بالعشريات فبحاول اعطيكو زبدة الكلام الاشياء المهم اللي بيأثر بالعموم على كل الابراج طيب هل سؤال كمان بيحكي هل تتأثر بلاد معينة بحركة الفلك هل هذا صحيح نعم صحيح كل بلد لها برج هو يوم استقلالها او عيد استقلالها او عيدها الوطني القومي هذا برجها بتقدر تحسب انت بتحدد البرج تبع الدولة هاي اذا بتعرف السنة كمان هيك بتحدد حركة الكواكب لهاي الدولة وبتقدر انت من خلال حركة الفلك بتقدر تعرف زيها زي اي برج عادي اذا حكينا انه البرج اليوم منتحس معناته الوضع منتحس اذا حكينا البرج جيد بتلاقي احداث البلد بتكون جيدة اذا حكينا عن السمعة بتلاقي فساد اذا حكينا عن المال بتلاقي اشي علاقة بالاقتصاد فهي هيك بتنحسب الامور طيب في كمان عنا يعني اللي بدعو لي انا بشكركم جدا لانه دعوتكم هي اهم شيء يعني شكرا للكم والله انه يعني مش الكل بعرف الوضع الصحي ولكن الحمد لله رب العالمين ووضع مش سهل يعني بالفترة هاي وربنا يمضيها على خير ان شاء الله فيه كمان سؤال بحكي اذا كان البيت السادس هو بيت الصحة فما هو بيت الصحة احد الاحبة هو نفسه البيت الخامس بدل على صحة احد الاحبة اذا كان منتحس البيت السادس نفسه اذا كان سعيد ممكن يربط برضو في بيت صحة الاحبة حسب الزوايا بيت اتناعش بدل برضو على صحة احد الاحبة بيتك الثامن بدل برضو على صحة احد الاحبة على حسب الاتصالات والزوايا وسعودة الكواكب اللي موجودة في هذا البيت او اتصال البيت مع البيت اللي فيه الكواكب قدش بتكون درجته فعشان هيك بتكون نقطة هاي طب اذا كان المريخ في بيت الشريك لبرج القوس بينعكس هذا على برج الاسد طبعا بدينعكس اذا كان المريخ في البيت السابع للزوج بيأثر عليه شوي ولكن بالنسبة للأسد بدو يأثر عليه على امور السفر والاتصالات والدراسة والاشياء هاي اتصالات تيجي على البيت العاطفي شوي ولكن مش بالقوة فيه سؤال كمان انه اذا كان انا برجي القوس وقمر شريك القوس فيه تجانس لا هاي طريقة الحساب غلط طريقة الحساب هي بتنحسب انه برجك وبرجه ومنشوف حركة الكواكب قمرك وين قمره وين الزهرة وين والزهرة وين والمريخ وين والمريخ وين والاتصالات لازم تكون ما بين القمر او الزهرة والمريخ على اساس انه نعرف التوافق الجنسي ما بينهم والتوافق العاطفي والتوافق الفكري هيك احنا منحدد النسبة اما اللي بيجي بقولك الابراج النارية تتوافق مع النارية كثير من النار ما بتوافق مع النارية او مع الهوائي او بصير خلافات ما بينهم هاي طريقة حساب غلط الحساب الصحيح انه احنا منيجي مناخذ حركة الكواكب على الخارطة الفلكية للاثنين ومندرس وضع الكواكب الاساسية اللي هي قمر زهرة مريخ هدولة اذا اتصل مع بعض او كانت في بيوت متجانسة معنات العلاقة بتكون ناجحة اذا كانت متنافرة بتكون العلاقة فاشلة حتى لو كان بيتك الخامس البرج تاعه اه في كمان سؤال بقولك انه انا مش عارف اسمع برجي ولا اسمع طالعي يعني برجي اشي وطالعي اشي فمش عارف انا اسمع هدو ولا اسمع هدو يا اخوان البرج بيحكي عن الحالة العامة عن التأثير العام محيطك كيف بتعامل معك الاحداث بمحيطك بعملك بشغلك بطريقة الناس كيف بتتعامل معك اصحابك كيف بتتعامل معك اه صحة الاحبة حواليك كيف بتكون احداث البيت والعائلة كيف بتكون الطالع بيحكي انت كيف بتتعامل في عملك انت كيف بتداوم بتداوم مش انت وضعك النفسي جيد ولا لا انت كيف تتعامل مع احبتك انت كيف تتعامل مع ابناك فعشان هيك منقول انه لما تسمع انت برجك اسقطوا على العالم المحيط فيك كيف بتعاملوا معك ولما تسمع طالعك اسقط نفسك انت كيف بتتعامل مع الناس ونفسيتك كيف بتكون هيك انت بتكون فاهم ليش انا بقولك اسمع برجك واسمع طالعك واسقط هاد على العام وهاد على الخاص هيك بتبقي عارف كأنه انا بتوقع لايلك قاعد خاص نص حتى لو بحكي بالعموم أتوقع أنه بكفي هيكي على الأسئلة اليوم خلينا لأنه شوي أنا صحيا تعبان فعشان هيكي ركزوا معي طبعا التوقعات البيوت هي نفس توقعات يوم أمس يعني بمعنى آخر نفس اللي أنا لو بدي أعمل الحلقة اليوم رح أحكيها نفس حلقة الأمس فعشان هيكي عشان أنا ما أتعب حالي هي نفس توقعات الأمس بيختلف عليها بس الزوايا اللي رح يشكلها القمر وبعض الأحداث اللي هي انتقال العطارد فبتسمعوا حلقة اليوم اللي حافظ حلقة الأمس وسمعها هي نفس التوقعات ممكن ألمح تلميح لإلها فقط لا غير طبعا توقعاتنا اليوم ليوم الاثنين خمسة عشر أذار القمر موجود زي ما حكينا في منزلة الشرطين هي جيدة لكل ما يخص النساء وغير هيك فهي سلبية وبدو ينتقل في ساعة بعد منتصف الليل لمنزلة البطاين وهي جيدة لتهديت النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد القمر موجود بالحمل لآخر يوم بكرة بدو يبدأ عملية الانتقال لبرج الثور عشان هيكي برج الثور هم أكثر الأشخاص اللي بكونوا تعبانين هم والعقرب لأنه يعتبر بيت متاعبو للعقرب هو البيت السادس فعشان هيكي منقول إنه هاي الفترة ضاغطة شوي بحاولوا إنكوا تتمالكوا أنفسكم بالنسبة طبعا للقمر لما بكون بالحمل في هاي الفترة بتشعروا بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل إنه نتسرع في تصرفاتنا وقد نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة من لاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفق الدبلوماسيتنا ونكون أكثر عدائية أو عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون أو للدماغ أو للأعصاب برضو هاي الفترة جيدة لقص الشعر بما أن القمر في مراحل الولادة يعني النمو فهي جيدة لإنبات الشعر أو معالجة الشعر والأمور هاي إذا كان في حال تراجع القمر اللي بعد منتصف الشهر بصير فترة لمعالجة زيادة الشعر اللي عندهم من زيادة الشعر وبدهم يقللوا منه بتصير لبعد اكتمال القمر طبعا بالنسبة للزوايا اليوم عندنا زاوية وحيدة هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وأربعين دقيقة بعد العصر منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال كوكب عطارد من برج الدلو لبرج الحوت رح ينتقل كوكب عطارد من برج الدلو لبرج الحوت في تمام الساعة عشرة وستة وعشرين دقيقة مساء ورح يمكث فيها في برج الحوت في حركة أمامية حتى صباح يوم أربعة أربعة خلال الفترة المذكورة بيشعر موليد برج الحوت بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور وبتزداد رغبتهم في المطالعة والدراسة وإجراء اتصالاتهم والقيام بسفريات ضرورية بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج المائية الأخرى أي السرطان والعقرب والترابية مثل الثور والعذراء والجديد وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة الولادة كوكب عطارد في برج الحوت اللي بين والد طبعا وعطارد بيكون في برج الحوت بيكون عنده الإدراك جيد بيدرك الأمور بيقدر يتوصل لقرارات قوة الحدس عنده بتكون قوية جدا وعنده إلهام رائع جدا الإلهام بالمجالات الفنية أو بالتواصل والعلاقات طبعا تأثير وجود العطارد لما بيكون في الحوت على جميع الأبراج بالفترة هاي الحمل بيبدأ اهتمامهم بالأمور الغيبيات أو بأمور الغيبيات الثور بيميلوا لتبادل الأراء والأفكار مع الأصدقاء الجوزاء أفكارهم بتفيدهم في العلاقات مع المسؤولين في مجال العمل السرطان بينشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبيستفيد الأكاديميون أو اللي هم طلاب الجامعات في دراساتهم الأسد بتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة العذراء بيتبادلوا الآراء والأفكار مع الشركاء الميزان بتفيدهم أفكارهم مع زملائهم في العمل العقرب بيمارسوا نشاطات أدبية وبحثوا أولادهم على الدراسة القوس بتنصب أفكارهم حول شؤون عقارية وبيتية وعائلية الجدي بيستفيد الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن أنهم يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية الدلوب تنصب أفكارهم حول أفضل السبل لكسب المال الحوت بيشعروا بقوة الفكر والإدراك والقدرة على إقناع الغير بآراءهم وبينشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات طبعا زي ما حكينا بما أن القمر موجود في الحمل خلو المسار القادم بيكون يوم الثلاثاء زي ما حكينا اللي هي فترة انتقال القمر لبرج الثور اليوم الثلاثاء 16-3 بيبدأ في تمام الساعة 43 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و56 دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الثور يعني الوضع بظل ضاغط على موليد برج الثور زي ما حكينا لغاية ساعات الظهر من يوم الثلاثاء وبعدها الأجواء بتصير إيجابية مع انتقال القمر لعندهم بالنسبة لعمر القمر طبعا القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة 5 و3 دقائق صباحا بيصبح ثلاث أيام نسبة الإضاءة بتصير 10% بلش بمرحل النمو يعني الهلال بصير واضح خلال هذا اليوم مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى 23 سعيدة بنسبة 15% القمر في الحمل حتى 16 سعيدة بنسبة 30% عطارد في الدلو بدي انتقل الحوت حتى يوم 4 سعيدة بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 25 سعيدة بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيدة بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة منتحسة بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية طبعا زي ما حكينا انه التوقعات هي مشابهة للبيوت هي نفس التوقعات الأمس فاللي بدو يسمع بيوت برجع لحلقة الأمس هي نفسها لو بدي أحكيها رح أحكيها نفس الشي لأنه نفس التأثيرات نفس الزوايا نفس الشي هي القائم فبدال ما أعيدها وتكون متشابهة ما في أي تغيير فبنعتمد بس على حركة القمر والزوايا اللي رح يشكلها القمر وإيش رح يكون خلال هذا اليوم برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم أكبر من يوم أمس بيعمكم النشاط أكثر اليوم تقدروا تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم رح تهتموا بمظهركم وبالتغييرات وأنا بنصح اليوم أنكم تنطلقوا اجتماعيا أو في نوع من أنواع التقارب مع المحيط أو مع الأصدقاء الأجواء جيدة حتى عاطفيا وحتى على مستوى أمور العلاقة بالسفر والامتحانات فهي جيدة هاي مرحلة جيدة للانطلاقة بمشاريعك الجديدة وتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين أنت صباق ورائد في حقل اختصاصك الأجواء جيدة ولكن ممكن شوي يكون عندك بعض الاهتمامات السلبية اللي لها علاقة بالبيت أو أحداث منزلية أو صحة أحد الأحباء ممكن تهتم فيها انتبه للأمور المالية من بعض التقلبات اللي ممكن تصير أو مصاريف زيادة وحاول أنك ما تكفل حد أو تضمن حد بالفترة هاي وانتبه على مصاريفك بشكل كامل عشان يعني ما تفقد أنت من فلوسك أكثر برج الثور طبعا بالنسبة لبرج الثور القمر زي ما حكينا أنه موجود في بيت المتاعب وبما أنه موجود في بيت المتاعب هو يوم ضايله يعني ابتداء من بكرة الأجواء بتصير أحسن فعشان هيك هذا كمان اليوم ضاغط بيضغط عليكم نفسيا وجسديا حاولوا أنه تنتبهوا ما تبالغوا بمجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم ولراحتكم ممكن تنخفض عندك الوتيرة وطيرة الحياة بشكل كبير ممكن تتأخر مشاريعك أو تلغى أو ناس توعدك بأشياء وتأجلها اتجنب بالفترة هاي اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك إذا كان عندك سفر أو عندك موعد لأنه ممكن يلتغى أو يتأجل بالفترة هاي وممكن برضو تحمل نوع من أنواع سوء التفاهم اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوظ نهائيا أثناء تعاملكم مع الأحبة برضو نفس الشيء انتبهوا من أي حوار أو نقاش ممكن أن الأمور تتزايد أو صار فيها سوء تفاهم أو خلاف أو تشعر بنوع من أنواع الإحباط أو عدم تفاهم الحبيب لأفكارك فبدك تنتبه ما في داعي لإثارة المشاكل أو العدوات أو اتخاذ قرارات بالفترة هاي برج الجوزة طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا أكثر من يوم أمس اليوم بيصير في عندك رغبة أو تواصل ما بينك وبين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تكون مخلص لصداقاتك ولو عودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه أهم شيء أنك تكثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك في هاي الفترة حاول أنك أنت تكون مميز اليوم باتصالاتك لأنه برضو عندك قدرها على الإقناع رائعة ممكن تروج لأعمالك وتكثر عندك الاتصالات أو التنقلات حاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية اليوم ما تأجلها ليوم الغد عشان القمر رح ينتقل وصير في بيت متاعبك فبتدخل في فترة صعبة مدتها يومين وربع حاول قدر الإمكان أنك تنجز كل الأعمال الضرورية ما تأجلها حاول أنك ما تراكم الأعمال اللي عندك انتبه لأمورك البيتية أو العائلية انتبه لأموالك من بعض المصاريف صحيح أنه ممكن تحصل بعض الأرباح ولكن مصاريف مطلوبة أو مشكلة مالية أو خبر ممكن يزعجك أو ممكن مصاريف استشفائية فعشان هيك برضو علاقتك مع الأحبة حاول تضبط عصابك ما في داعي للعصبية والحدية أو لسوء التفاهم اللي ممكن ينتج عن أي شيء إلو علاقة بنقاش أو حوار أو حدية بالطباع أثناء الحوارات برج السرطان طبعا بما أنه القمر ما زال موجود بزاوية تربيع فبتظل الفرصة جيدة لللي بيبحثوا عن عمل اللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين بيحافظوا على إنجازاتهم أو بتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إيش إنك تهدئ من روعك هاي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء قدم أفضل ما لديك ما في داعي لأي سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار ممكن يصير مع الأحبة بالفترة هاي أو مع الزوج أو الشركاء انتبه الفترة هاي برضو فيها ممكن حصد تأييد أو مال ممكن يجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الأجواء جيدة ولكن السلبية رح تكون على المسائل العاطفية أو المسائل الفكرية اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بدي يركز بشكل جيد ما في داعي للكلام اللاذح أو الجارح ما في داعي أنك توجه كلام ما يكون مفهوم عساس ما تنفهم خطأ دير بالك من مخالفة القوانين أو أي أعمال ممكن تشوه سمعتك بالفترة هاي برضو ما تدخل بخلافات أو نقاشات أو حوارات على مستوى العمل ما تتغيب عن عملك مهما كانت الظروف وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه لصحتك من بعض الأمور اللي ممكن أنها تصير معك صحيح أنه ما في خوف ولكن بظل الوسواس بسيطر بالفترة هاي أو بعض الأفكار السودة أو الوهم اللي له علاقة في صحتك أو صحات أحد الأحبة برج الأسد يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة ورح تكون أوضح من الأيام الماضية بالنسبة لموليد برج الأسد خصوصا أنه القمر موجود في البيت التاسع وهو بيت قوي جدا فعشان هيك بتتركز الأمور كلها على أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة الفترة هاي مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة أو ترويج لعمل معين ممكن يكون لك اليوم تعامل ما بينك وبين أخ أو أحد الجيران ممكن تنشط بتنقلاتك بأكثر من اتجاه أهم شيء أنك تنتبه أثناء القيادة حاول أنك تظهر نوع من أنواع التعاون مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة الفترة هاي بتنجح بالترويج لعملك أو لموضوع معين ممكن ترويجله وتلاقي نوع من أنواع التأييد وبرضو لكسب الدعم والتأييد برضو بالفترة هاي جيدة ودعم بعض الأشخاص لإلك أهم شيء أنك ما تهم الواجباتك خصوصا البيتية والأمور العائلية أو أمور الأقارب تحديدا أو أقارب الشريك حتى لو هاي الواجبات كثرت عليك أو صعبت ما تهم الأعمالك ما تهم الصحتك نظم وقتك بشكل جيد على أساس أنه ما تداخل الأعمال كلها مع بعض وبعدين ما تقدر تنجزها أو يصير في تأخير بعدم قدرة على إنجازها وإتمامها أهم شيء أنك تستغل للفترة هاي لأنها إيجابية تقدم بجراءة وثقة على أساس أنك أنت تحصل بعض المكاسب اللي ممكن تكون لمصلحتك برج العذرة طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم ما زال القمر بتأثيرات وأنه بمراحل المقابلة زي ما حكينا هو في البيت الثامن والفرصة بتكون متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض برضو من عمل إضافي ممكن تحصل بعض المكاسب أو أموال لك ممكن أنك تستردها بالفترة هاي بادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع ممكن تنشط ببعض الأوراق أو المعاملات القانونية بالفترة هاي أنت بحاجة لا نوع من أنواع الحركة أو النشاط حاول أنك تراقب غذائك في منك ورح يهتم ببعض الأمور الروحانية أو الغيبيات أو أمور إلها علاقة بالمواريث أو مواضيع قديمة بترجع بتنفتح مرة ثانية أهم إشي أنك ما تخلي المتاعب أنها تسيطر عليك يعني بمعنى آخر حق قصوصاً مواضيع قديمة ممكن كانت مرهقيتك ترجع تفتحها بالفترة هاي ممكن تسبب لك متاعب أكثر ممكن صحة أحد الأحبة أو صحتك تكون بحاجة للرعاية أكثر بالفترة هاي أهم إشي أنه تستغلوها من ناحية العمل من ناحية الصحة من ناحية الأمور المالية يبعدوا عن أي نقاش أو حوار أو سوء تفاهم ما بينك وبين الأحبة أو بينك وبين الأزواج أو الشركاء لأن الفترة هاي في قابلية لردات الفعل السلبية برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر مقابلك تماماً فعشان هيك بيركز على الشراكة المالية والعاطفية شوي هو بيكون بوضع صعب لما حكينا أنه القمر لما بيكون مقابلك بيسحب من طاقتك يعني بيعزز على مستوى الشراكة ولكن طاقتك بتكون ضعيفة بالفترة هاي سهل جداً استفزازك ابعد عن الخلافات والنقاشات والعصبية حاول أنك ما تثير المتاعب الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني إن كان صديق أو وسطة أو معرفة زي ما حكينا ما بجوز إثارة المتاعب بتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة للتصرفات العدائية حاول أنك تبعد عنها تماماً حاذر من الحوادث أو الأحداث اللي ممكن تسبب بعض الأعداء أو مواجهتك مع بعض الأعداء لأنه بالفترة هاي بيكونوا إما إنهم كثر أو بيكونوا أقوى منك بالمحاججة فعشان هيك تدير بالك ما تفتحش أي خلاف عشان ما تكون أنت الملام أو يوقع الحق عليك فتتحاسب على أنك أنت الغلطان في نفس اللحظة انت به اليوم برضو عندك فرص للتنقلات والاتصالات والامتحانات وتكون جيدة جداً ممكن تستغلها وتكون لصالحك أو لترويج لشيء معين أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي وتراقب غذائك وأكلك شربك أدويتك ممكن شوي تحتاج لمراجعة طبية إن يحتاج الأمر لذلك برج العقرب طبعاً القمر بما أنه موجود في البيت السادس فهو بيت الصحة إنجزوا ما تراكم لديكم من عمل برضو هو العلاقة في العمل بتجدوا تعاون من الزملاء اليوم نظموا جدول غذائكم راقبوا غذائكم وراحتكم خذ قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن بالفترات اللي إلها علاقة بالعمل إنك أنت تبادر التبكير لعملك التنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ما تحمل أكثر من عمل مع بعض خلي علاقتك جيدة مع زملائك ممكن يبادر أحد الزملاء لمساعدتك في شيء معين بتنشطوا اليوم بكثير من النشاطات الاجتماعية أو الإدارية ولكن ممكن تشعر بالتعب أو عدم القدرة على إنجاز كثير من المهام الوضع على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات أو أمور العلاقة بالبنوك أو معاملات مالية أهم شيء أنك أنت تبعد عن النقاشات والحوارات إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد حاول أنك أنت ما تختلق أي مشاكل لأنه أنت اللي وضعك ضعيف فعشان هيك عرضة بتكون للمشاكل أكثر وعرضة أنك أنت تكون الأمور ضدك مش معك فعشان هيك بدك تنتبه لهاي الأمور بشكل واضح ما تخالف القوانين وما تدخل بأي مواجهات ممكن تسبب لك نوع من أنواع المشدات الكلامية برج القوس طبعا وجود القمر في البيت الخامس اليوم رح يكون ملموس أكثر فبتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم البيت الخامس وبيت الحظ والعاطفة الظروف جيدة احتمال أنه يكون في بعض القلق على أحد الأحبة لبعضكم طبعا أنت اليوم تتمتع بنشاط ودينماكية وحركة واتصالات حتى على مستوى الترويج لسلعة معينة أو لامتحان أو بتحاول أنك أنت مر إلها علاقة بالسيارات بالتليفونات هاي كلها أجواء قوية حتى الاتصالات الخارجية والعلاقات مع الأجانب ممتازة بتميل بالفترة هاي للهو وترفيه عن النفس أنت بالفعل بالفترة هاي مميز حاول أنك تستغلها ما تقول أنا قاعد في البيت وما عندي قاعد في البيت بتروح الفترة منك فحاول أنت تستغل إيجابياتها اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم بيقدم بشكل جيد حتى على مستوى القضايا القضائية برضو ممتازة أهم شيء أنك تنتبهوا على أموالكم من السرقة والضياع والمصاريف لزيادة انتبهوا على صحتكم أو صحة أحد الأحبة ممكن يكون عليها علامة استفهام أو مراجعات طبية تهتموا فيها يبعدوا عن أي شيء له علاقة بتشويه السمعة لأنه شوي هي اللي ممكن إنها تأثر عليك بالفترة هاي برج الجدي طبعا بما أن القمر موجود في البيت الرابع فعشان هيك بيسوي تربيع مع برجكم بيضعفكم شوي ممكن ترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم أو التفاهم مع أفراد العائلة أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعقارات أو بالترميمات، تصليحات، مشتريات بيتية أمور إلها علاقة بالترحال أو منزل جديد هاي فترة بتعتمد على هاي الأمور فترة مهمة لتعزيز الروابط خصوص العائلية بالرغم من الهواجس اللي ممكن تعيشها أو الأوهام ما تخلي مخك يشطح كثير بالفترة هاي يعني بدك تركز ممكن اليوم يعني يكون عندك تبادل زيارات أو اتصالات مهمة، ممكن يعني يكون التوتر بسبب حدث طارق إلو علاقة برضو، يا إما في البيت، يا إما بالعائلة، فعشان هيك هذا الإشي اللي رح يلفت انتباهك على مستوى أمور مالية، الأجواء جيدة، ممكن تحقق بعض المكاسب المالية، ولكن على المستوى العاطفي بقولك دير بالك من أي نقاش أو حوار مع الحبيب أو إهمال بحقوق الحبيب بالفترة هاي لأنه ممكن تسبب لك خلافات أو مع أحد الأبناء وفي نفس اللحظة إذا عندك امتحان أو مقابل يبدأك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ نهائيا برج الدلو بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشروع أو لفكرة معينة في أشخاص منكم رح يهتم بموضيع إلها علاقة بالاتصالات أو التليفونات أو السيارات أو حتى بالعلاقة ما بينه بين الإخوة والجران باستطاعتك اليوم قلب المعادلة لصالحك أهم مش إنك ما تبقى وحيد ابحث عن الأصدقاء والأحباء والعلاقات الاجتماعية لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة بشكل واضح تماما اللي عنده زي ما حكينا امتحان أو مقابل الأوضاع إيجابية حتى على المستوى العاطفي أمورك برضو ممتازة ممكن تعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة الأهم إنك تنتبه على أموالك من السرقة والضياع انتبه على الأمور الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة ما تهمل صحتك ما تهمل عملك حاول إنك ما تجازف وتغامر بسمعتك بالفترة هاي ما تتغيب عن عملك حاول إنك برضو ما تحمل أكثر من مسؤولية بالأعمال مع بعض يعني نصق بشكل جيد عشان ما تهمل أعمالك برضو على المستوى العائلي ممكن يكون في بعض الأمور اللي إلها علاقة في البيت أو خلافات أو تهتم ببعض الشؤون العائلية أو بصحة أقارب الشريك أو أقارب هم أقارب الأقارب بمعنى آخر حاول إنك تنتبه لهاي النقطة وما تهمل واجباتك العائلية برج الحوت طبعا الأجواء جيدة اليوم بالنسبة لإلك على المستوى المالي طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر صار أو ممكن يلعب قريب دور مهم بالفترة هاي بتهتم بقضية أو بموضوع شراكة أو موضوع عمل ممكن اليوم تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم بالأولويات المالية بتجد الحلول والتسويات الفترة هاي ممتازة جدا الأمور المالية هي اللي راح تتركز عندك خلال هذا اليوم تفكيرك أو إيجاد الحلول أو فواتير أو عقود أو حتى أوراق مالية أو حتى دعم مالي بيجي عالي شكل القرض أو مساعدة أو بيع أموال الشريك يعني من أموال شريكك زوجك زوجتك الأهم إنك أنت تنصق الأمور المالية بشكل جيد ابعد عن النقاشات والحوارات الحادة ويجد ما بتقدر انت بأثناء قيادتك للسيارة خصوصا بالشوارع المفتوحة بدك تتركز بشكل جيد ابعد عن الصدامات والمواجهات قدر الإمكان الأجواء تقريبا تحمل بعض الإيجابية بحركتها والأيام القادمة ممكن تتعوض كثير من الأشياء اللي كان صعب أنك تحققها بالفترة الماضية ممكن شوي تهتم ببعض الأمور الصحية أو بعض المراجعات الصحية لأحد الأحبة ولكن أهم إيش أنك أنت ما تهمل صحتك وما تهمل غذائك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة